تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار سلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 712 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 372 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلعي الاستراتيجية والاستلعي على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 130 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمية للأرز الأبيض تم ضبط قربة 209 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قربة 23 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 981 قضية من بينها 199 قضية خبز نقص الوزن و172 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال قضايا غش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 569 طن ترجمة نانسي قنقر